هذا وقد شهد رئيس مجلس الوزراء مراسم توقيع ثلاثة بروتوكولات تعاون لنشر الثقافة والتوعية بالأنشطة المالية غير المصرفية لطلاب المدارس وشباب الجامعات ومرتادي الأندية الرياضية ومراكز الشباب ويأتي توقيع بروتوكولات في إطار بدء تفعيل خطوة تنفيذ مبادرة الرئيس السيسي لرفع مستويات الثقافة المالية وبناء مهارات تفني إدارة الأموال لطلاب والشباب وأكد مدولي أن الاهتمام بالشباب يأتي على رأس أولويات الدولة من حيث تأهيلهم وسقل مهاراتهم وتوعياتهم بتلك الأنشطة المالية غير المصرفية موضحا أن تبني استراتيجية وطنية للثقافة والتوعية المالية غير المصرفية يضع مصر ضمن المؤشرات الدولية الخاصة بمستويات الثقافة والتوعية المالية بصفة عامة